اهلا وسهلا بالعروس البيروتية كارمين بصايبس اهلا وسهلا فيك بعروس بيروت بودكاست مرسي جوش وجده مش معوضت لك لا بس عنجد كتير مبسوط انو انت معنا اليوم انا كمان وبدي اقولك مبروك للنجاح هذا لازم نقوله لانه عنجد المواسم الثلاثة كانت تحت اسمك يعني عروس بيروت هو انت هلا المسلسل اسمه عروس بيروت بس انو كلنا عروس بيروت اه انت عروس بيروت بس انت عروس بيروت واليوم كمان عروس بيروت بودكاست اديك كان عنجد حمل كبير عليك كان حمل كبير انت بتعارش يعني كيف كلنا كنا نحس هيك بالresponsibility تيجي هيدا المسلسل نحس دايما انو بدنا نعمل مشهد احلى شي ممكن وانجد يعني حابه هيك بالو بالادوار شوي انو سيزن ثري بعتقد دور خليل كتير حلو وانت عملته كتير حلو فانا كمان بدألك مبروك على الدور وبعتقد هيك كان positive علينا كلنا لك اي احلى موسم نسبالك انا الرابع حبيته كتير صراحة الرابع جيد جيد خاصة النص النص بالرابع كتير حلو مريح 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 مية بالمية مرجح أيها جزء كان بالنسبالك عبيت كتير عندي ضاعف على كل الأجزاء يعني كل جزء بحس هيك فيه شي اكيد الجزء الاول كان في هيك باز حوالي وكلنا اتفاجأنا فيها بفتكر هيدا الشي اللي صار هيك فجأة كان لأنك كلنا يعني كممثلين كل الأجزاء بحبهم ما بعرف أنت التالي كان بيزعل أنه عم نخلص تشعر مشاعر حقيقي كانت بالآخر كتير عن جد تتذكر دائماً عم بسأل هذا السؤال بس تشوف عن جد كل واحد شو كان شعوره بأول يوم تصوير أول جزء أول جزء وأول يوم كنت حاسة أنه رح نعمل ثلاث أجزاء عن جد أنا لم أتحطى براسة هالشي بالعكس كنت دائماً نقول أنه هذا الجزء خلينا نعمله منيح ويمكن يكون هذا هو بس لأنه أنا دي جاثر معي إكسبرينس قبل بمسلسلين كان على أساس مفروض يكون فيه كذا جزء ونعمل جزء واحد فدايما نقول خليه هذا يطلع حلو ولذيذ ونرى إذا سيكون فيه جزء تاني أو تالي بس أنه كرت المصحة وخلص يعني كان الجاوبين لكل الكرو الممثلين عن جد الأجواء كانت كتير حلوة أعتقد كنا غير أنه نعطي حلو ومبسوطين فيه نحن مع بعض كنا مشان هيك لما خلص عروس بيروت ما علي خليني أقوله لما خلص عروس بيروت حجزتي أول طيارة ونزلتي ركض لعند آدي أوشي مبروك الرجعة أنت وآدي وهلا عم يتعرفوا على بعض لأنه ثلاث سنين معانو آدي متر بعرف أنه كان عم بيروح بايماً بس مبروك مبروك لألك كمان مبروك لألي أنا أبني ما بيعرفني هلا عم يتعرف علي لتلي كان مفكرني جاره منيح والله بمال مبروك كيف خبريني أنه جعتي مبسوطة أكيد هيه هو هيدا البروجيه بزيت عم جات طويل كتير يعني غير أنه كل سيزن كانت عم تكون طويل لسبعة شهر عم نصور وهيك ثلاث أجزاء فإيه رجع كانت أنه أوكي خليني أرجع نركيز شو هي كيف السيستام ماشي ترجع فإيه لهيك دغري أنا أرجعت على لبنان لا أنت أنا بعرف بعرف كتير منيح بس يمكن العالم أبتعرف أنت عن جاد مثالية مع آدي مثل ما أنت مثالية بالمسلسل يعني سوريا البرفكشن كل شي مشاكل بتصير بتجي سوريا وبتحلها أنت هيك مع آدي أنت بتعرف شو رأيك أنت تجاوي بعهل السؤال أنت بدك تقليلي أنا شاتي مجروحة فيك مرسي عم ياجو هلأ ما بحب يعني مش قدرة هيك آرين لأنه كتير حاس أكيد أنه سوريا عندها مثالية يمكن خلينا أقول أكتر مني أكيد بحب كتير هي كيف بحب كيف هيك دايما بتنصح دايما بتجي لحدا يلي عم بطار الأجواء الشي الكامل يمكن بيناتنا أنه بوزيتف يعني أنا دايما بميل لأنه أكون بوزيتف بالحياة وحل كل شي حوالي بطريقة هيك إيجابية والسوبر سبار بإذواء مرسي بس أنه هلأد يعني مش هلأد ذكية مش هلأد أنا بعتبرك مبالا مش هلأد بحكي وجدينيات لا مش وجدينيات زكية بتلاقي يعني بتلاقي طريقة تحلي مثلا إذا كان في مشلك أنت دايما تحليها بطريقة كتير مهدومة والأنجي اللي عندي كياها سوبر بوزيتف هادي بس للعالم لتعرف وهي مش من سوريا هلأ عم تحكي كأي مش سوريا هيدا هيدا الشي هيدا الشي عندي يعني جمالا بالشغل وبحياتي اليومية وحياتي الشخصية أنه هيك I tend to be positive وحل الأمور بطريقة هيك simple أدي حماتيك بالمسلسة لا بالحياة بالحياة أدي محظوظة أنه جوستي أنت وإدي أدي رحضا نعم نحكي عن حياة الشخصية تقريبا جوستي أنت وإدي لأنه ما كتير بيعرفوا العالم هلأ لحنا نحكي بهذا كالبارت لحنا نفوت فيه بس أدي هي محظوظة أنه لما جوستي دي غريجيتي على طبق من الألماز قلت إلى هيدا أدي وأنا رايحة لتسنين جاء نصور أدي محظوظة يعني عن جد يعني she's lucky لا بس بدي أقول لك شي عن جد أنه دايماً أنت بتعرف أدي أدي كان يروح أكتر حدا على تركيا وقديش أنا كل ما يجيني 2-3 days off أحمل حالي أنزل على لبنان so هيك يعني بعتقد he's super supportive وبيحبوا عروس بيروت يعني وحماية بتابع عروس بيروت بتحبوا كتير فأنا كانوا بالعكس يلا أمتى سيزن 2 أمتى حتبلش أمتى سيزن 3 فأنا كمان بيحبوا المسلسل فهيك بدي أحكي شوية هلأ عم نحكي شوية عن حياة الشخصية وشوية عن حياة هدا عم فوتهم ببعض يعرفوا العالم شو الفرق بين كارمن وبين سوريا وبعدها منفوت بالأمور هياك انت عن جد علاقتك بين الكنة والحمى اللي كانت موجودة بين سوريا وبين ليلى هيدا بالحياة الطبيعية مثلا موجودة هاكي مثالية أو بتشبه الحياة الموجودة بتسألنا انجنرال ولا أنا انجنرال انت شو بتحس هلأ بالمطلع بدي إليك شي يعني أكيد أنه هيدا النموذج موجود وأنا أول ما بلشت قرأ عروس بيروت أول سيزن كتحس إنه maybe too much إنه فيه هيك بالحياة هالأدة يعني إنه حما بتكون هالأدة متسلطة وهالأدة سوريا حدا عم تردخ إنه تعيش بهيدا الأثر تحت أي ظرف من وراء الحب وهيك بس أكتش اللي صرت من بعد ما نزل المسلسل كثير ناس جاءت إلي إنه بدي إليك شي إنه أنا عشت هيك مع حماتي أو أنا كان عندي هيك مع حماتي أو موجود هيدا الشي هلأ أكيد إنه نموذج للمشاهد إنه هيدا الشي موجود يمكن مش كتير بيشوفوه ومعارج بطريقة حلوة يعني هيك بتشد المشاهد بس فيه أكيد فيه هيك يعني مش إنه شي مش موجود هيدا عم نحكي أول جزء بس علاقة سوريا وزلت طايف قد تطورت وكيف صارت وصار فيه علاقة أنا هلأ أم وبنتها أنا هلأ بالجزء التاني والتالي بحس إنه قريب كتير أكتر للحقيقة أو قريب أكتر يمكن للإكسبرينس تبعي أنا بالحياة إنه أنا كتير أصحاب مع حماية كتير علاقتنا حلوة وكتير كتحس إنه كمان هيك سوريا بعروس بيروت لأن ما فائدة أهلاء حلو هيدا العلاقة اللي صارت ما بين وبين أمه صارت صارت أمه أكيد خلينا نحكي عصيرة خليل وسوريا عم تحكي عن خليل عصات ومش يعني أنت أنت الفكرة مش إنه بس هيك شكلك أو شو عم تعمل بضحكنا أنت بتصير أوقات تعمل حركات أصداً بتضحكنا وهي دا الشي اللي كان يوترنا بس أنا مشكلتي وإنت بتعرف إنه أنا دغري بصير إضحك وبلقى تضحك وبطل قدير وقف يعني عندي إيها مشكلة هيدا كتير مش شوية فدايما أنا أعطاوت السفرة اتفايدا تطلع بجوتراد تتذكر في مشهد ستتذكر في تالي الجزء مش من زمان كنا قاعدين على بالسالون كلنا ومشهد جدة ومفروض أنهم سورية متضايقة وزعلانة يمكن بعدها كانت شيء متخينقة مع سارة وأنا عيمينة ست ليلى وعادل عشمالة ما رح سمي الكاركترز رح قول زافر جوتراد فارس يا غي وإنت عملها شغلتك أنك ضحكنا مع هذه المشهد وأنا مفروض تكون كتير جدية كلما أتطلع بيزافر وبيتجو اضحك اتنايناتهم عم يعملوا لحركات وكان مأخر الوقت كان مأخر الوقت ويتعبالين خمسة تيكس ستة تيكس سبعة تيكس كلما أرجع أتطلع فيكم نفس المطرح أرجع أضحك فبالآخر ترابط منهم يقوموا عن الكنباية ومثلت المشهد كلهم عن الكنباية يعني شحطونا اجو قالونا بعدوا عن الهون وكملت المشهد كارمن إذا بتكون ترجعوا له للمشهد أنا عم بمثل مع الكنباية عم بطأ مع الكنباية عم بتطلع فينا خليل فارس أنا عم بتحكي لواحدة مع الكنباية ونحنا بره وأنا عم دربش من شي محل كيف بدي أتطلع فيها بس أدحك ماني قادر لا بس عنجاد كانت أيام كتير حلوة مع كل التعب أنا مش كندحكي كارمال كتحسك أدما دراما أدما هيك سورية عم بتروق الأجواء ومدرشوه لما كنت تطلع فيه كان لازم أطلع فيك وعملك هيك دحكة ومين كمان كتير بتعذب المشهد معه علاء يعني طلال مش معه علاء خبرين عذاب أنا بالنسبة لأيلي عن جد بس يكون عنده مشهد مع علاء هو عذاب يعني أنا بيقولولي مثلا شو المشهد الصعبة يعني بتمرق فيهم بعروس بيروت مشاهد الدراما وهيك بحبهم بعيشهم بفوت فيهم مشاهد اللي بكون موجودة مع علاء الزعبة بالمشهد عذاب بالنسبة لأيلي لأن كل الوقت بدي كون عم بعمل مجهود زادة لحتى تكون مسيطرة عحالة لأنه ما أضحك كل الوقت أصلا فيه شقف حتيتها أي مشهد أكتر شي دحكي دحكي ما قدرت تتهدي مشهد هايدي السيزن طلال وسورية بمدرسة الموسيقى بتكون جمال بتفوت وفيه مشهد طويل وبيزد على الكوميدي وعدتوا فوق العشرين مرة بأعتقد طب هو هو بيعملون أصدن لا علاء أبدا علاء مش مثلك أنت بتعملي هلأ طلع لي السيزن أوكيي لا أنا جاذب علاء مش مش أصدن علاء يعني بمجرد ما أتطلع فيه بالمشهد يعني فيه كل شوية نتطلع ببعض نفس المطرح رح أضحك نفس المطرح هايدينا هايدي لتاكشي عشرين مرة يمكن لايكي طب طب علاءتك أنت كارمن صافر إذا بدي أقول سورية سورية وفارس أوكي هايدي العلاقة الرومانسية الحلوة العالم كتير صارت تقلتكن وتقول ينطروا مشاهدكن بس أنت وياكتوا تضحكوا يعني أنا شاهد على هذا الشي لأنه أنا أكون موجود معكن وبعرف بنفس الوقت أنه زافر كان يتعب لأنه لأنه عم بيعمل باللبنان عم بيعمل مجهود كتير مجهود كتير صعب بشرفك بيناتنا هلأ العالم عم تسمع بس شو هن الكلمات اللي كان يعلق عليهم يا الله وينك يا زافر هلأ يقتلنا فينا نقول أوكي فينا ناخد الأوكي منك زافر إتس أوكي don't blame her حط حق علي أنا ليك في كتير عن جات في كتير يعني أنت بدك تساعدني بس أنا مينلي نرجع على نفس الموضوع ونرجع نعيد مئة مرة هو بس يقلي مثلا سورية بدل سورية بس عايتلي سورية أنا خلص كيف بدك أن نقامل المشهد بطريقة جدية أو بأنه رومانس هو عم بيقلي سورية ما خلص لا بيعرف حرام لأنه عنده المشكلة الفتحة والضمي ويسكسرة هيدا هيدا بالنسبة يقول له لأنه عم بيحول خلصة بس تجي سورية بالجملة بقلب جملة باللبنانة طويرة ودراما ممكن تطلع أكيد بغير طريقة لكن أنا مظلوم لازم نحيي على على أنه ممثل تونس عم بيمثل باللبنانة شيء كثير صعب وما أنه هو عايش بلبنان حتى يكون لهجة عمل لها براتيك كثير وهيك كثير شيء صعب أنا كمان بحث حالي محلو لأنه بتخيل حالي عم ممثل بغير لهجة يمكن بالمصر أو بالتونس تعالح كتونس ما بتعرفي وعلى كلمة بالتونس بلا سرعا تعلمنا كم كلمة بس أنه نحكي هلأ ما بتزبط قولي كلمة كلمتان شو تعلمت إشي منه لازافر يزي من الحس يزي من الحس هاي دائما يزي من الحس يعني خلص ما بقى تحكو أو خلص حكي باز نكون عم نتجاهد على عشية عشية مشهد يزي من الحس بيقولها بتطلع ما هو على فكرة لما يكون هو زافر لما يكون معصب مثلا بالمشهد أو بعيد بكب تونس بكب فيلم تونسي هاي دول نتعلمون منه يزي كنت أسمعها كتير بس ما أعرف شو هي يزي شو كمان كتير تليفون كان جمالا يجي تليفونات كتير فما كنت أفهم ما أفهم كتير شو عم بيحكي بس أنه عن جد في فرق كبير كتير مشان هيك عن جد هني أنا وعلى التعب بس خلص تالي سيزن كان الفلو وتاني سيزن يعني هي يمكن أول سيزن كان أكتر المجهود زيادة بعدين خلص صار إيزي خلص لبنانة تونسة لكن في شي يعني كان دايما أنت بالنسبة لك مع كل الصعوبات اللي قطعنا فيها مواقف الصعبة كان عندك حدا باباراتزي عالكوع ناطريك كيف ما تتحرك كارمن إذا عم تتاوب يصورها إذا عم تتحك يصورها إذا عم تاكل يصورها وبتعرفوا الواحد لما يكون لوحده قاعد عم بيكل مثلا واحد بياخد مجده أو لما تكون عم تتاوب للأسف أو تكون واحد لوحده ناطريك عالكوع أنا بفتكر إذا شي مرة علاء الزعبة ضيع تليفونه في فضايح في فولدر يمكن بإسمه يبتزك فيه كل شي فيه صور بهدر عم بتتاوب فاتحة أمك وغيرتب أنه منكون تعبانين يعني من مصورين 14 ساعة 15 ساعة بالأخي خلص بتبطل كتير أنه في ناس حواليك ممكن تتاوب بدون ما تحط إيدك عتمك وإنت بزافر بتهلكون أنا كاربين حط إيدك عتمك على فكرة نحنا ممكن ممكن بتصير بتطلع لي صورة ما بعرف من وين بتطلع هذه الصورة هلأ بدأي لكم على الهوى أوعد فرجي الألبوم لحدا لأنه الألبوم جرسة 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 فليز على بنتمنى منك أنه ما تبتزه وما تستعمل هذا الألبوم لأنه أنت وعدت أنه ما رح تستعمل لهذا الألبوم في أكتر بكتير في أشياء أنا سوري أنا مفررت تضحك ولزي بيجي بفرجينا إياه قبل ما نفوط على المشاهد وشان هيك أنا لما أطلع فيك بتخيلك بعد الألبوم اللي شفرجي إياه على وبطلع له أنا آه بغرب تطلع له آه مية بالمية يا ريت كان مركز معك هلأدة أنه أنت الفضائح اللي عندك أنا فهمته من الأول عملت دير معه أوكي أنه قلت له أنت بتعمل هيك أنا بعمل هيك أوكي بس أنت كنت كتير فرندلي حتى كنت أخل معه يصور فيديوز فيه يبتزن فيهم على الآخر على الآخر على الآخر فضائح يعني كنا نعمل شرط يجي يصورنا فيديو أنا أحكي يعني مرة عملنا شرط يلي بيربحوا كان للشرط وأبوستي هو ربحوا للشرط طريت تصوير فيديو كان بدوا ينزلوا بعده اللي هلأ بيقال لي يلا أين تبديك تنزلي هيدا الفيديو عم بقول فيه أنه علاء الزعبة أقوى ممثل شاغلة معه من أول ما بلشت هلأ هلأ بيضرني لأنه منه أحسن مني لا بغض النظر عنه فحكيت عنك وقالت أنه أنت أقوى بمثل بليز بليز ما حيهو دول الصور لأنه بارهم يفرجين إياهون كانوا يرجع يبتزن يرجع يجرب يبتزك أنا فرجك يا علاء لكن أتحشر شوية وأعرف عن علاقتك أنت والصبايا مين كنتوا لكليك طبعكم البنات لك صراحة كلنا كان فيه جو بيع روس بيروت صعبة ترجع تعيش بحالة مسلسل وكنا لكي أنه مسلسل هلقات طويل نطلع كلنا أنه هلقدة أنه نصير أصحاب وراسنا على بعض كلهم كلهم أكيد أنه عندك كتير مشاهد وتجمعنا بمية وبيرانيا كتير مش شوي كمان صار فيه صداءة كتير بيناتنا مع مرام كان عندنا مشاهد كتير أول سيزن أكيد كنا اكتر بعدين وتاني سيزن كمان تالت سيزن صار فيه غير بينات ونصر نستغري بأننا عسّات أنه صار أصحاب صار المعالجة تبع الشخصيتين غير بس بالحياة كنا كتير أصحاب ورا الكواليس منظهر مع بعض ونقضي وقت سوا بالأوتال كل الوقت مع بعض ونطبخ سوا ونحضر أفليم سوا أو بالأحرام نعمل على على بالكورونا مين كان يطبخ فيكم أكتر شي علاء أكيد علاء هادي حكينا فيها بس بالبنات بالصبايا أنت مرة عزنتين على طبخة كتير طيبة على فكرة شو كانت تتذكر أنت نشوف في مشكلة إذا ما تتذكر كانت فضحتها كافية لحمة صح لحمة ولجو ما عرفت الفرق خبصت بلشت صح بالأول لا ستيك أو بوافر صح مع سوس كتير كلاسي كتير الأعادة كانت حلوية عزمتنا مش دايما طبخاتي كلاسي أو أعادة روح ستيك مع سوس بس هذه العبتية كتير حلوية وكنا بعز الكورونا هلأ منحكي عن الكورونا كنا بعز الكورونا وكنا وينيد هيك شوي نغير جوا وقعدين بهالقواد وكنا عاملين علينا يعني حجر ممنوع نظهر بسنا نجتمع كلنا سواء ونعمل طبخة وكل نعمل هاي بالطبخة وما بعرف انت ما فيك تقول بلنا نعمل نعمل اه تعاملوا انا بجباكل مرة بفي قطع بارانتاز خبرية مهمة كتير مرة جوءد ما كان زهان بزا بتتذكر بكوفيد كان لنا شهرين يمكن ما عاملت حرك بجميع عملت عملت بفتكر فتت بطنجان وحكيت مع الكلا يجو وحكيتك بيوصل جوتراد ليه بيس بدلة جولة مرة فيه شي انتروفيو فيه عندك شي انه لوكداون كلنا علانين او عندك شي لايب ايه وعندي الصورة اه قال لك لا انه انا بتغير جول يوم حبيت ربوس بدلة هيك لحتى حس حالي اني ظهرت تعملت شي معقول تب هولي القصص انه خلينا انت عم تحكي انت عم تحكي انت شو بيصر يعني كيف تقرر تعمل مازال انت عم تحكي انا بدي وضع شغلي للعالم لانه كتير سألوا في فترة سألوا ليش اختفيت شهرين بالكورونا انا اختفيت شهرين بالكورونا صحيا صحيا كتير عالم عم تسأل كله عم بيسأل كله عم بيسأل كتير انا كتير بيسألوا عني بتعرف هذا الشي فعم يسألوا ليش حبي يخبر كمان وانا رح خطبت لحنبلش هيك اذا عم تجارسين انا رح اجارسك اختفت جوت راد كله بيسأل كله عم يسأل وكان أتلانين هام مختفة وينه يا عم انا صحيا ما بنشي لحطم نكون انا ملأة كورونا انا صحيا ما بنشي بس انا جسديا تشوهت ليش لان اكتشفت انه هي بتحب تقص الشعر مش بس بحب مش بس بحب قدي ترعت حلوة القصة طلعت حلوة لو كم سلفي اخدت وقتها انا اخد سلفي حبيبتي خفت لأهلي قلن انو انا جو خفت قلن انو انا يعني قلت انا اذا بدي اطلع بسلفي على هيدا رح يقولي مش لقيت كورونا لقيت وباء جديد بيدرب على الراس جو شو عملت فيها كانت كتير حلوة القصة اخدت وقت فيها ساعة ساعة عم بقصلك شعرة اذا بدك هلأ فيها لا 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 اوكي كارمين تاكيت ايزي بس بدي اقولك شي بروم شوي لا 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 ما كانت الحلقة وعم بتحددني فيها فارجيني بروفيل شوي بروفيل كتير حلو شو التبكل شو مافروض انا بعتذر اذا فيش سؤال لأصلا مش زابطة مين قصص لك طب بليز 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 لما شوفها ست بتزكريك بخاف لا عنجد بس بدنا يعرفوا العالم انه نحن وقت الكورونا كان بدنا نفش خلقنا ونعمل نعمل اشياء يعني نكتشف انه في ناس اكتشفت انه بترقص مسلا صارت ترقص في ناس اكتشفت بتحب الكتب عصيرت الطبخ كيف بنسى انا اهم شي لحظة يعني عنجد ما بعف كيف نسيت تقلة لحظة يعني انا كيف بحكي عن حالي وفي تقلة شامعون كانت تعملنا قطية بطبخات ملوخية عنجد كل شي في كل شي فيه طبخات كانت تعملنا يهون منقيش بيزا تعجن هي منقيش صبح كارمن وينيك يلا طلعي تكون عارفتني مثلا جاي من تصوير مأخرة زي ما عم تصوير تعي عاملة طبخة تعي كري عندي تقلة تقلة وعم تسألني عن الصبايا يعني تقلة تقلة لكي انا يعني شاتي مجروحة فيها ان كان بالحياة كيف كانت تعملنا مثل ولادة يعني انا في فترة تعيتنا عشوية ماما تعالى هون ماما انتبه ماما هيدا اعتلهم انا زي بدا ضحر حس بدي إلا لك اليوم ضاير على السوبر ماركت فيه اظهر ماما يعني لها الدرجة انتو هيك صرتو كتير ايه صرنا هيك وانت معك انا بحس تقلة مش بس يعني في هيدا هي جان يعني حدا كتير يونج وانو اصحاب بحس حالي برتحلة منظهر سوا هي زيانج هيك منضحك كتير مع بعض وكمان فيها علاقة الام انو يلي هي بتطبخ لنا بتحكينا لنا نجي ناكل عندها بتهتم اذا حدا هيك صاير معه مشكلة كثير تقربنا من بعض بالكورونا وحتى قبل الكورونا يعني كنا كتير كتير ما في شي بتحسي انو عم نخبيع بعض عن جد ايه وانا من هيك المشاهد الكتير قريبين لقلب يعني خاصة من بتالي تيزن هنا مع تقلة مع تقلة بيزعلوني لانو في هيدا الستوري لاين تبع الالزهايمر كتير بحث اول شي كتير المعالجة تبعها حلوة كتير كتير مكتوبة بطريقة حلوة وبحب كيف دايباند هنا بهيدا الشي سورية وليلة بهيدا الموضوع وكانوا اكتر مشاهد يعني هيك مؤسرين انت يمكن اول شي اللي اكتشفت انو عندها هيدا ويمكن ما كنت بدك تخبري ولادها فكمان الصعوبة انو بتعرفي ما بدك تقولي وبدك تحميها وبدك تساعديها وهي ما بتتقبل صعب اي هول المشاهد حلوين كانوا يعني بحث اكتر مشاهد ما كنت قدر اعملون بروفا يعني دايما بس نفوت ع مشهد له علاقة بالالزهايمر وبدنا نحكي بهيدا الموضوع نباليش لبروفا وقف سوريا عن جد مشاهد يعني خليني بدأ اترك للمشهد لان ما قدر ادماء هيك حس انو حقيقة هيدا الشي ايه كنت تتأسريني على فكرة انت كتير عن جد غير انو عن جد كنا نضحك لا لازم اقوله يعني قول قول حكيه نضحنة كنت عن جد لما تكوني بالمشهد لما مشهد لك هلأ ما سأحسك رح تدمعي ما دمعي لا 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 ما عنك ما رح تدمع شوفتوا لا بس ما شاهدوا بالتمثيل غير ايه بس انا انا اول مرة مبكيك بشي مشهد ما عنا هيك شي بلا لما كنت جي انا اه مبالا هاديك السنة ايه وقت البيبي وهيك لما اكلت كف من تقلة ما بكيتك من الاخر لا مظبوط لا انت بيت اكلت كف مظبوط انا ما اصدق اصدق ما شاهدنا ما فيهم هيك بس انت ككيفة ما تمثل دور خليل بعقد عامل هايدي عن جد هايدي السيزن بتذكر الفترة اللي بترجع فيها ع البيت وتباليش ترجع هيك تفوت ع العائلة عندك كم مشهد عمرون مماما عقوش حلوين مشهد انت وزافر بعقد بالليفين طبع البيت القبل ومارام بالقودة كمان عم تحكوا وانت عم تبكي مش معقول عن جد هو كتير حلوين شابكو وعفكرة انا وكارمن عنا يعني في شغلة انه دايما لما يطلع مشهد لقلك او مشهد لقلي مندق لبعض مسلا بقل لها او ماي جاد بكيتيني وشو هيدا وهيك مع انه انت بعرف انه بتحضر بس مشاهدك او او لا هيك بتذكر نعم جارسين مراك نعم نحضر سوى بيجي مشهدك علو 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 الصوت ما بتخلي حدا يحكي بيخلص مشهدك ايه خبروني شو بتحق ايه طيب طيب عم تجارسيني صح ولا نا نا غلط كون جوعان كون جوعان بلفت اكل ولما اسمع صوتي بحب صوت بس بزدت شوية بزدت الضوض شوية لا عم بنت شو شتاقتي شو شتاقتي اكتر شي العروس بيروت بعروس بيروت شو شتاقتي اكيد جامعتنا كلنا مع انه نحنا نجتمع وعن نشوف بعض بلبنان بس كلنا 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 مع بعض سعب نرجع نقدر كلنا نجتمع بنافس البلد اه اشتاقت اكيد للفايب يعني اونسات اشتاقت ل اه هلا بدأي لك شي نحنا ما قلنا كتير زمان نمخلصين اكيد كنا تعبانين وهيك بس في شي ما بتكسبه بحيالة مسلسل يلي هو انه بتصير متمكن كتير من الشخصية اللي عم تلعبها عالاخر يعني خلص انت خليل بتعرف كل شي كيف بيتصرف بحيالة موقف معولين حاطفي بتفوت بتلعب بالمشهد اكيد انه بس ترجع تفوت بمسلسل جديد وقصير وهايك بدك ترجع تكون يعني هيدا الشي ما بتكون ما بتلحق يمكن تلقت الشخصية هالقدي ببروجيكت قصير وبس اكتر شي اشتقت لجامعة ما تقليلي ما اشتقتي انا اليوم عرفت انه بتحبي كتير انت هدا ستايل تبع سوريا فجبتلك فسطنين واحد لون بوكي ورود واحد لون لجنينة قدام القصر وهو دولي لكارمل لانه بتحبي كتير هدا ستايل صوري الحصان بقى برا ما قدرت فوتو عليسا على على أول على أول تزافر عليسا فاتت اهلا بي عليسا خاصة بس كون عاملي هول عاملي عاملي عليسا 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 عليسار عليسا فاتت ملكة كارتاج كون ليبت انا الفستان الكتير هيك وشعر والشعرات وكتير انه عن جد اشتقتي لهذا ستايل تحسي مثلا انت بالحياة طبيعية مثلا بتلبسيون لانه غير غير كارمن انا بغير غير انت هلأ ستيلي شوي غير اكيد في اشها بحبها كتير باستايل سوريا كتير بحب الليرين طبعا التيب طبعا بحب الاكسسيريز بحب سوهولي بحب الاشياء الفلوري اللي بتلبسها الفساطين وهيك بس اكيد انه ستيل سوريا سبيسيفك وسبيسيال يعني هي كتير بوهو سبيسيال انا بشو بحب الفلانسي ايه ايه هلأ نرجع نرجع لهيدا الموضوع هيدا 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 بس ليش هلقدي انه بشوفوه غريب بوتس دايما مع فسطان بس انا بحب انه في ستيل وفي كاركترز مشغول عليا بالمسلسل وهي هيك كتير هيبي كتير تيبة انه بتحب تلبوس هيك وسمبل دايما حتى اذا عندها ايفانت بتكون باري سمبل وهي دا البرت اللي بحبو فيها حسيرت الفلنسي نا بليز طيب خلاص انا بفكر عن فل فل فتحت جوكيت جوكيت انت فتحت على حالك بدك تخبرني فين انا قلو بالأدوار شوي تفضلي خبرني عن البرت اللي ما دي ترى عني طيب وخبرني عن شو بدك تتحديني ايه يعني بس كنت تفتح موضوع بالفرنسي و وجود اول شي هيدا بقولولها البرت اللي ما دي ترى ما بتصبط ما عم تزبط كارمن بليز خلاص ثلاث مواسم كل مرة تقولي بنص المشهد لما يكون في بريك جو قلنا قلنا يا قلنا لابوردا يا اختي لابوردا لما تترني مش معقول انا كمان هلأ بأينا كذا فر تسمعوا وظافر كمان بعلق علينا وظافر بالفرنسي كتير شاطر واحدة شي عندي بسير الترجمة من الجملة يعني من العربي على الأد على الفرنسيزي يعني ها ها هايدي هايدي قصة لوحدة هايدي بكون أنا وكارمن بدنا نحكي شي انه مش هم واحدة نيفهم علينا بتبروم اللي عندي كارمن بتقولي شو قلت بكون أنا عم بقول لها يا عم ترجمة مثل ما هي بالعربي انت بتكون معصب مثلا وفي موضوع بدك تحكي فيه وما بدك حدا يفهم عليك بتصير عم تحكينا بالفرنسي وانا مش عم بقدير ركي صغير انا شو عم بيحكي مش معقول يعني الكلمة ها كيف ركبها كيف ركبت مع هيدا بدك تحكي عن الفوف اول شي الفوف هي قصة قديمة انا ما شبت ركسرت الفوف على فكرة او شبت انت الفوف بس بديك تحكي عن الفوف شو يعني الفوف كارمن انت خبرنا هي بالحية انت لحظة الفوف لحي لكون شغلة انا كنت بصف يعني تقريبا قبل مخلص مدرسة بكم سنة وانتقل للجامعة كن عنا موضوع انشاء عن الفوف الآن الفوف بالفرنسي للعالم اللي ما بتعرف هو هي الويدو هي الارملة اوكي فاجاينا موضوع انشاء نكتبو عن الارملة اوكي انا بلشت بالفرنسي عمجود انه هيدا الفوف عايشي مع عيلتها وعايشين بلشت انتقل من عيلتها لجبال عايشي بجبال عايشين دايما بيعيشوا ان جروب مجموعة بيكلوا عشاب فيه الوين ابيض اسود اوات ابيض واسود وقعت جود 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 حتى علقت شعنى قرون فسألت واحدة شاطرة قلت لها شعنى قرون بالفرنسي قالت لي كورن ست اكتب في منهم عندهم قرون صغيرة في منهم عندهم كورن وبيتي كورن وانا عمجود جود جود ومنهم ملوانين وبيكلوا مع بعض وبيعيشوا مع بعض شو مفكر كل وقت مفكرها معزعية وهي طلعت مرة ارملة مش معقول وانا قلت شو هين هالموضوع معقولة مشألونا عن معزع هيدا واحدة من الاخبار حتى هيدا واحدة من الاخبار هيدا كل ما تسمعها كارمن عنجد مش بس انا مفتكر كلنا هيدا كل ما تخبرنا ايها نرجع منضحك في خبار انت ياريت فينا هلأ نقولون بس انه احكي احكي اذا بتذكرت شي شرصيني بعد مجرستيني لكن عنجد في اخر مشهد بعروس بيروت ما في يقلك كمية الاحسيس وكمية الزعل وكمية نحنا ادي من جوه بس ما بدنا نفرج بعض يعني كل واحد كان مخببة دمعته كل واحد كان بدرشو انا اكتر واحد كان ناكر هيدا شي لانو انا دايما بامن انو رح نعمل اجزاء رح نعمل اجزاء دايما عندي هوب انت دايما كنت تقول هيكون فيه جزء تالي الوحيد عفكرة لانو دايما عندي وعلاء كان كمان دايما نقول فيها هيدا الشرط اجه المشهد اجه هيدا المشهد اللي عم بتصوريه كان كتير دراما كتير دراماتيك ما رح نقول شو هو يمكن هلا ما رح نقول شو هو وعم تحكي فيه انت وعلقت عليك البكوي ايه مش معقول شو صار فيه مش معقول بعتقد ما بعرف زي شي مر باكي هالقد يعني هيدا البكة هيدا البكة ياللي بطل تأذير تحكي يعني خلاص بيعلقوا هون ما كانت ولا كلمة تطلع يعني دقيقة ما كانت تطلع الكلمة معي هلا أنا كتت تعبيني جاي من سافلة سعودية كان قلي أربعة أيام سفر كل الفلايت تابعي cancelled وpostponed وصلت تاعد جوي عوردز اخير لحظة ودغري بعض المهرجين بدي اجي عالتصوير فلايت cancelled يعني صار معي اشي على أربعة أيام انا ما كنت نيمة أبدا وصلت دغري عالتصوير اخذي الشانطة الغلط ارجع بس وصلنا على هذا المشهد يعني هو أصلا مشهد كتير دراماتيك وكتير بزاعل و بالمسلسل بزاعل وحتى عملنا له لنك بعتقد لنحنا مع بعض علاقتنا وكلكم كلنا قاعدين ايه بس ايه ما رح قول ايه ايه صب ايه وثلا مطرح انه انا ايه ما كنت عم بقدر واقف و يعني بنص المشهد في دقيقة و دقيقتين وقفت لأنه مش عم مش عم بقدر احكي و بالاخر خلصنا اللونج شات اه وعن فكرة انا كنت عم بتحك يعني عم بتطلع عمول شبا عم تبكي يعني يا الله يا الله ومدر شو تتذكر ايه 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 صح انت انت عم تضحك بس يا حرام ميا و ورانيا عم بيبكو كله فارد كله فارد خلصنا اللونج انت وزافر صرته انه هلقاد هلقاد بطا ليش هلقاد عم بتبكي وانه انه انه ما بدي هلقاد وصرته يا لطيف يعني يا كارمن انه وانا ما كنت عم بقدر هلقاد جعل مخرج كمان قال لي كارمن على الكلوز كمان هيك انه خلينا تقول له لا هيدا حس انه هيا مش سورية يعني فيه شي صار اوفر مش معقول الابكي هلقاد فيه فيه ارهاق ما انه طبيعي وصلنا على الكلوز تبع زافر زافر فاردت بالمشهد اللي هو اكتر واحد كان عم بيضحك عم بيضحك علي صار ماشي يعني عم بماشي عم بيقدر يوقف بك باخر المشهد وقف وصلنا على الكلوز تبع جوتراد يا لهوي مش معقول انا انا فاردت انا اكتر واحد دحكت عليك انا اكتر واحد غمزت زافر اللي هيك شو عم تعيش ارجع عملك انه عم تبكي تبكي بعدين جينا على الكلوز وانت الحديث عندك انا اصرت اقلكم بكرة هلأ شوفوا بس يصير الكلوزك وانه تفوت بالحالة حتتحس بهذا الشي هاتا كان احساسك على فكرة لانه انت كنت عم تحكي الناس كان انت عم تحكي عن العيلة بمطرح معين فانا لما انت كنت كنا عم نضحك انه يعني عم تبكي ما لا طعم هالقدي بس عن جد لما كنت عم تحكي الكاميرا علي انا ما قدرت انا ما قدرت فرطت وسربعين بين انه يا وايلي انا لك اتعبتك قبل شوي ما لازم ابكي وعم جارب هدية اتطلع كل شوي لفوق بس انا ما اتحكت عليك بس خليص المشد وانت عم تبكي ولا انا بتحكي علي انا مش انه بتحكي لا بسير اقول انه عن جد هل هل قدي لازم نبكي هل قدي بس بفهميك لانه عن جد كان اخر يوم وحسينا عم نوضع بعض بالمسجين بالمسج يعني انت اللي عم بتقوليه وكمان المشهد بيحد ذاته هو بيبكي يعني كشخصيات عم تعملون المشهد بيحد ذاته كتير 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 بيبكي كان ومؤثر فاصلا بعتقد الناس بس رح يحضروا هيدا الحلقة كلها حقيبكو كتير اخ ما تذكريني بعض دول الاشي هلأ خلينا نحكي كمان بموضوع كان مؤثر كتير هو مع كل المشاكل اللي كان عندك ياها تصوير انت اكتر واحد انا بعترف انه كان عنده مشاهد هو كارمن عن جد يعني في يقول خليل عنده في يقول زافر كلنا كلنا بس انت كنت موجودة كتير يعني انا كنت دايما يجي في موجودة كل يوم اقول انا الله يساعدها البنت انه كل يوم عم بتصوري تروحي صباح ترجعي بالليل او تروحي مثلا عشية مأخر تتصوري وزافر كمان كلنا كلنا ايه بس انا اكتر شي كنت شوف اسمك بكل اللوكيشن ايه بكل اللوكيشن فهيدا تعب وفيزيك لي بتتعبه ومانتي لي بتتعبه وتتحفظي وتتلحق تعملي وتتزبطي حالك وميك أب وشعر وبتجيك عملية الزايدة هيدا الوجع اللي هو دور وتعب وكل هيدا واجاك زايدة ولوحدك يعني انه ما في عائلتك حدك خبريني كيف كان عن جد انه كيف اجتك وكيف حسيت هلأ رح خبرك البارت الجد بس هيدا الموضوع كمان رح اقلبه كوميك مش قادرة لانه بس رح خبر الخبرية اللي صار اذا بتتذكر انه كنت عم صور انا وزافر مشهد بالجنين اللي برا وصار معي واجع خيالي بعتقد كل الناس اللي عاملين عملية الزايدة بيعرفوا عن شو عم بحكي هو واجع عن جد بيكون اكستريم فتلعت عالقودة بالاول كنت عمقول سوفا بعتقد رح يمشي الحال يعني ما في شي عطوني بس شوية وقت صار يزيد الوجع يزيد 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 كتير بعدين صارت كتير اشياء يعني صاريت ورجعت رقت شوية لهم خلس يلا هلأ منكمل تصوير بس وقتها زاديت كتير وصار في حرارة كمان وهاك اخدونا على المستشفى وطلع انه لازم اعمل عملية الزايدة ارجانس كان بعد عنا جمعتين تصوير وانتو بالفحص عملولك فحص دم ايه قبل ما فوت على العملية لازم يعملو لك كمان بي سي ار لحتى يشوفه كل شي اوكي طلعت فكله اجا مع بعضه يعني بدي اعمل عملية وكل شي لازم يكون لحالي بس اكتر واحد سأل عنيك جوتراد اكيد هلا ايه فتو منشن انه انا بنفس النهار هو مش مفروض حدا يكون معي بس بالليل اجا جاوزة عمل لي سيربريز اليد حالي بالمستشفى نايمة ما بلاقي غير فتحت عيون اليد جاوزة اجا ونحجر معي انا وهيك لحتى يكون انه هيك مع بعض انه نقضي هيدا الشي جمعة انه بين عملية وانت محجور وهيك فاللي سار هو انه جوتراد ادماء ادماء كتير عن جد محب وادما كيرينج وادما ايه ادماء هيك حدا بيعطي الهم الناس اللي حواليه وما بيركز على حاله يعني بيكون عن جد جو بقشعرك ياها هيدا كتير بيصلي اول ميساج من الجو عم بيسأل عنه بيقلي كارمن شو هالخبرية هيدا شو عم بيقولولي انت عم تعمل عملية كارمن ما بتصدق ما بتصدق شو صار فيه إلي جمعة بالفرشة إلي يومين حرارة أربعين يعني انت كل شي صار معيك العملية وطلعت منها وانا بعدنا تحت البنج والعملية وطلعت منها وكوفيد ما شي قدام انا شو عم بحس إلي يومين ايه خبريني كيفك انا ما كنت ما كنت صدي قلت هيدا الميساج بدي عمله لانو كلنا نتساءل عليك فعندك ايه هيدا الشغل انا لانو بعود ما على العالم معود عطول كنا عم دقلها لكارمن عم بنقق على شي او عم بقلها مسلا شي فانا نجرات بالحديث ايه حبيبي كيفك انت منيحة ايه ايه لكي انا لقيت الجريب انا هلا مزدية وهي شو بقلب العملية عم يشتغلوا فيها عم يشلولها زي دي وانا عم بقلها عن شقفة الجريب بعدين انت بعت حالي باخر المسج ايه طامنين انت منيحة يعني العملية منيحة بس عنجرات هيدا بس تتعرفي انو قدين احنا اخدين اوجع بعض لو انا بعرف انو هيا اصلا طريقتك يعني انت هيك بتسأل عنجرات بعرف انو انت هي طريقتك لتتطمن علي انو منك حدا سيريس وهيك انو عم تمزح معي لحتى تطمن علي عروس بيروت وصل مش بس للعالم العربي عروس بيروت بس للعالم تتعرف انو وصل لكتير بلدين تانية ايه يعني انا هديك المرة اتفاجأت بواحد عامل دبلاش بصوتي ايه عامل دبلاش بصوتي دي كان حلو ايه صح انت سمعت صوتك بالدبلاش بيدحكو عن جد اكتر شي بيدحك بس تسمع حالك مع غير صوت وغير لغة على وجهك كتير انترستنج هيدا الشي حبيت شيره بيدحكو يا مش معه كنا نسرد عليه ونحضره وندحك انو ما خصوا فينا عم بيجربوا حرام يقلدوا يمكن الصوت بس بمطرح تاني يعني ايه اوقات عن جد نقصروا الدحك صاح مثلا بيكون انا صوتي يعتبر شوي جراف يعني منو منو كتير ايه الصوت صوتي ايه عن جد يا جماعة هيك سمعتوا لصوتها لكارمن بهذا البلد اللي كان البلد المعين يعني كارمن صوته هو منو كتير ناعم ومنو كتير قاسر انو صوت عادق صوت كتير حلو صوتك ما في منو صوتك بس هيدا الصوت اللي سمعته كان انا بسدق وبيس يمكن يمكن احلى هيك يمكن لازم اشتغل على الصوت انو ايه هو الصح هي صح وانا الغم وانت كمان انت كيف كان انا صوت كان يعني شاكك بامره ما بعرف اذا كان خرج واحد يعمل للصوت لانو ايه لانو يمكن حسيت هيدا الصوت اللي عم يعمل صوت خليل هو عامل اربع اصوات بالمسلسل حسيته نفسه طبعا ظافر وصوته وصوت علاء الشبابك الشبيبك كل ما كان هو واحد عم يعمل عم بغير شوي سكر من خاره ويجرب يقول عروس بيروت شابتر كلوز وف ثلاثة سيزن وان تو ثلاثة سنين بدنا كلمة من عروس بيروت للفانس طب عروس بيروت للجمهور كلو لكل جمهور عروس بيروت انا اكيدة انك بتوفقني بهيدا بكل شي بدي اقوله بدي اللون مرسي كتير 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 من قلبي على قديش دعمه هذا المسلسل قديه حبو هالمسلسل قديه تعلقه بكل شخصية بالمسلسل قديه كانوا عايشين معنا لاجواء طبعا المسلسل وعايشين القصة بها زافيرا حتى كانوا يعصبوا مننا بس ويحتكوا فينا شخصيا انه كيف تعملي هيك داريا كيف تعمل هيك خاليا كيف تعمل هيك يعصبوا معنا يزعلوا معنا ينبستوا معنا بده اقول لون مرسي على قدي دعمونا وقديش تابعوا المسلسل وقديش كانوا مش دايماً بتلاقي هيدا الشي انه ناس هالقد اكتف وحبين مسلسل وبعتقد لويل كتير وبعتقد ريزن احنا ليش عملنا جزء ثالث هي الفانز طبعا روس بيروت انت شو اخدت معك بهاي دولة ثلاث سنين يعني هلا خلاص سكرنا كتير كتير انا كتير يعني انا بدايقني ما بقدر حتى احكي فينا الموضوع انت كل الناس اللي اشتغلوا فيه هيدا بفتكر عم برجع كرير حالي بس عنجد هيدا مش مش شي هيك كليشي عبقوله انه هيدا هو اللي بقي معي من عروس بيروت اكيد اكيد محبة العالم عنجد لانه وكمان مش كليشي عبقوله بس والله الشي اللي عمله عروس بيروت ومحبة الناس للشخصيات كلها كيف تعلقوا بكل الناس بالمثلين بدي اقول كتير هيدا الشي مش دايما بيصير فهيدا الشي هيضل معي واكيد انه انا دايما بقول وورجع بقوله كل مرة انه انا جريتفل لهيدا المسلسل انه عرفنا على كل الناس اللي فيه عرفنا عليك عرفنا على كل الممثلين اكيد جريتفل له شو عمي اللي إلنا بالكارير اكيد يعني اليوم قلتك كلمتك انا دايما كنت انهي الحلقة قللهم انه نحنا بفضل جمهور والفانس طبع عروس بيروت نحنا اليوم عملنا جزء التالت ونعمل هيدا البودكاست كمان من وراهن صح انت قلت لوحدك قدرت تفتحي وفتحتي الموضوع تانكيو لالون وتانكيو لكل شي عملوا انا انبسطت اليوم انه كنت معنا انا كمان كتير كتير حسيت هيك تشات حلو انا وياك وما تتركينها مش بكرا لما يخلص عروس بيروت فيه بطل شوف عروس بيروت بحياتي بالعكس يا ما منحكيه لك جو بس اوات ما تكون عندك وقت تكون عم تقوليك بتقوليلي ما بعرف شو عم تعملي اي 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 لا بس بس انه اكيد انه نحنا دايما نحن دلنا نشوف بعض ونجتمع وهيك كارمن تانكيو مرسي لالك جو انا مبسطت بهيدا البودكاست كتير وهيك بعثي اتطلعنا وكونتوني حلو وحكينا باشا يعني عادة ما منحكي فيها تانكيو سو موچ كارمن مرسي لالك جو مبسطت بهيدا البودكاست انا كمان